وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لإرسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة فيها جاء ذلك خلال لقائه المدعين العامين في جميع المناطق الاستئنافية لكافة المحافظات زيدان دعا أعضاء الادعاء العام بالتعاون مع هيئة النزهة وديوان الرقابة المالية لتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون